طلاب العربية طالبات العربية أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس المنحة درسنا اليوم هو الدرس الثاني والثلاثون وهو سقوط النوني في الإضافة تذكروا يا طلابي الإضافة كما قلنا في درس الإضافة أسماء تتصل ببعضها لتفيد علاقة ما بينها وتحدثنا أيضاً عن مكونات الإضافة فقلنا إنها تتكون من مضاف ومضاف إليه وأعطينا أمثلة ثم قلنا إن المضافة نكرة يحمل إعراب الإضافة وإن المضافة إليه معرفة أو نكرة مجرور وأعطينا أيضاً إضاح وملاحظة وقلنا إن الإضافة يمكن أن تتكون من أكثر من اسم تذكروا أيضاً أننا تحدثنا عن أنواع الإضافة وقلنا الإضافة من نوعين معنوية ولفظية وقلنا إن المعنوية هي الإضافة الحقيقية التي تتكون من اسم واسم وقلنا أيضاً إن هناك اللفظية وهي غير حقيقية عادة تكون صفة واسم وأعطينا أمثلة على ذلك مثلاً بنت عمتي هناك وطويلة القامة هناك الآن سنتحدث عن قاعدة جديدة تخص الإضافة وهي سقوط النون عن المضاف تسقط النون عن المضاف في حالتين الحالة الأولى هي جمع المذكر السالم والحالة الثانية هي المثنة بالنسبة لجمع المذكر السالم انظروا يا طلاب عندما تكون عندنا كلمة موظفون مع المكتبة تسقط هذه النون فتصبح موظف المكتبة مثال جاء موظف المكتبة هذا في المرفوع في المنصوب وفي المجرور تصبح موظفين ومرة أخرى تسقط النون انظروا إلى المثال أعرف موظف المكتبة بالنسبة للمثنة موظفان المكتبة تسقط النون وتصبح موظف المكتبة مثالنا هو جاء موظف المكتبة هذا أيضا في المرفوع أليس كذلك؟ في المنصوب والمجرور موظفين تسقط النون فتصبح أعرف موظفي المكتبة وهنا أريد أن أشير إلى الفرق في النطق بين موظفي في الجمع وموظفي في المثنة فالنطق مهم جدا في تمييز المثنة عن الجمع تنطبق هذه القاعدة على رقم 12 وكما تتذكرون عندما درسنا العدد العدد والمعدود من 11 إلى 19 هناك هذه القاعدة لماذا؟ لأن كلمة 2 تنتهي بالنون ولو أن هذه التركيبة ليست بالضبط تركيبة إضافة إلا أن النون تسقط فإثنان عشر طالبا لا تسقط النون فتصبح إثنى عشر طالبا إثني عشر طالبا إثنتا عشرة طالبة وإثنتي عشرة طالبة مثال في الصف إثنتا عشرة طالبة شكرا جزيلا على الاتباهكم وأراكم إن شاء الله في الدرس القادم شكرا جزيلا على الاتباهكم